بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لليلعظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله التيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أخرجني من ظلمات الوهن وأكرمني بنور الفهن اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرخم الرحيم الحمد لله عندنا التوفيق لأن نواصل دروسنا خول الفلسفة الإسلامية التي تعتمد على كتاب الفلسفة الإسلامية للمرحوم والعلامة الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله اليوم يصادف يوم النروز وبداية سنة حجرية شمسية الف واربعماء فإن شاء الله هذا تصادف هذه المصادفة إن شاء الله مباركة وهذه السنة الهجرية الشمسية تقع فيها مرتان ميلاد الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف يعني منتصف شعبان في بداية السنة وفي نهاية السنة في شهر فربردين وفي شهر اسفاند وإن شاء الله سيكون هذا أمرا يأتي بخيرات أكثر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يمهد لمجيء الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف وممن يختمه قبل مجيئه وبعد مجيئه إن شاء الله قبل أن أبدأ أريد أن أشير إلى قسم من رواية رائعة حول التعليم والتعلم وهذه الرواية موجودة في كتاب الأمالي للشيخ الطوسي رحمه الله ويذكرها إذن الألام المجلسي في المجلد الأول من بحار الأنوار الصفحة 171 الإمام الرضا عليه السلام ينقل أن أبيه موسى بن جعفر أن أبيه جعفر بن محمد أن أبيه محمد بن علي أن أبيه علي بن الحسين أن أبيه الحسين أن أمير المؤمنين أبي بن أبي طالب عليهم السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أمير المؤمنين ينقل هذا بالأخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم هذا قسم ربما معروف جدا وكل سمعت به هذا ولكن للحديث صلى فطلب العلم من موانه وقتبسوه من أهله أولا طلب العلم فريضة ولكن لطلب العلم آداب و شروط و قواعد و منهجية ليسه الإنسان مثلا الذي يريد الدواء يذهب إلى السوق و يأخذ أي شيء متوفر أو أي شخص مثلا يأتي وصفة أو دواء نحن نأخذ نحن بحاجة إلى أن نتأكد بأن هذا الطبيب طبيب مؤهل هذا الدواء دواء مسموخ به دواء مفيد و أيضا هذا الدواء نفس الشيء الذي أنا أحتاج نفسه ما جاءت في الوصفة ليس الإنسان يأخذ كل دواء ليس الإنسان يذهب إلى كل شخص يدعي أنه طبيب و ما هناك شخص مجرم يظهر نفسه كأنه طبيب و ربما هو طبيب بس ليس له هذا الاختصاص فرسول الله صلى الله عليه وآله 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 يقول المعدل العلم ليس كل مكان وَقْتَبِسُوهُ من أهله أهل العلم الذين يقدرون العلم ويعطونه أولبية في حياتهم خصصوا قسما كبيرا من عمرهم لتعلم العلم فنحن نستطيع أن نثق به ونتعلم منهم ليس كل شخص يتكلم جيدا أو يكتب جيدا نحن نأخذ منه العلم تحت هذه الآية فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانِ إِلَى طَعَامِهِ هناك رواية تقول يجب أن ينظر الإنسان إلى علمه ممن يأخذ العلم تعامل روح تعامل روح يحتاج إلى دقة أكثر من تعامل جسد فالإنسان يجب أن يأخذ العلم من مضانه واقتبسوه من أهله طبعا هناك آداب في الإسلام للمتعلمين للمعلمين للزملاء وردت هذه الآداب في كتاب منية المريد للشهيد الثاني رحمه الله والحمد لله موجود باللغات المختلفة ويمكن أن تستفيد من هذا إننا في الإسلام الجانب الشرعي والقانوني عادة سهلة ولكن هناك آداب حتى للمستحبات هناك آداب لا نحننا نريد أن نجعل الجانب الشرعي سعبا مثلا من يريد أن يدخل في الإسلام الاتيان بالشهادتين ليست سعبا من يريد أن يتزوج عقد الزواج من الناهية الشرعية ليست سعبة ولكن هناك آداب هناك أخلاق هناك كثير من الأمور يجب أن نرأي في قضية الزواج قبل الزواج بعد الزواج فللعلم أيضا آداب وهذه الآداب مهمة جدا في كثير من الأهيان الذين لا يهتمون بالآداب يحرمون التوفيق لذلك نحن علينا أن نرأي الآداب حتى بالنسبة إلى العلماء الماضين مثلا الآن أنا لست عندي توفيق لأتلمز على الألام التباطبائي ولكن إذا أريد أن أستفيد من معدة علمه يجب أن أحترمه كأنه الآن هو حي وأستاذي ليس عندنا هذا الشيء الذي يوجد في بعض الثقافات الذين لا يعطون الأستاذ أو العلماء حتى ربما يسخرون إذا هناك طالب مثلا يحترم أستاذه ربما عجيب جدا ولكن نحن لا نحن عندنا هذه الآداب ولكن نحن لا أو لعبة أو شيء هذا مطالب العلم هذا عملكم وعملكم هذا عبادة طلبه عبادة الدراسة بعد هذا عبادة وَلْمُذَاكَرَةُ بِهِي تَسْبِيحٌ إذا أَنْتُمْ تَتَذَاكَرُونَ إِنْتَكُمْ مُبَاحَثَةَ مُضَاكَرَةَ هذا تَسْبِيحٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ هذا عمل الملائكة نُسَبِّحُ بِحَمْدِهُ عمل المؤمنين المخلصين إذن هذا تَسْبِيح الله سبحانه وتعالى في القرآن يذكر الذين عنده من المقربين أنهم يُسَبِّهُونَ لَهُ دَائِمًا لا يفترون وَالْأَلَّامَ أَتَبَتَبَى يَقُولَ هَأُولَا الملائكة المقربون وإذن الناس المقربون من الله هم ایذن دائمًا في التَسْبِيح حتی نومهم يُعَدُّ تَسْبِيح لأن الانسان هينما وقف حياته لله كل شيء يُسْبِهُ لِلَّهِ حياتهُ مَمَاتهُ نومهُ كل شيء يَقْضَتُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ تَسْبِيحُ فَالْمُذَاكَرَةُ بِهِ تَسْبِيحُ وَالْعَمَلُ بِهِ جِهَادُ الْعَمَلُ بِالْعِمُ وَالْعَمُهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ إذا أنتم تعلمون الآخرين هذا صدق وَبَذْلُهُ لَأَحْلِهِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعْلَى وَبَذْلُهُ لَأَحْلِهِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعْلَى لماذا؟ إن شاء الله في الجلسة القادمة نواصل هذا الحديث الشريف ونعرف ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حول أهمية العلم فهذه بشرة لكم وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يزيد في توفيقاتكم وتوفيقاتي إن شاء الله للتعلم والعمل إن شاء الله وأما درسنا اليوم حول مسألة الجعل في الدرس الحادي عشر تكلمنا حول معنى الجعل في الفلسفة وقلنا هناك قسمان من الجعل الجعل البسيط والجعل المؤلف أو مركب أما البسيط يعني إعطاء الوجود الإيجاد إفاظت الوجود بهذه الشيء يصبح موجودا يمكننا نستخدم كان الزيد ويكون زيد أما الجعل التركيبي أو التأليفي أو المركب يعني جعل شيء شيئا يعني مثلا جعل زيد قائما مثلا و جعل زيد غنيا مثلا زيد كان فقيرا نحن ندعمه ويصبح غنيا و كان مثلا مريضا يصبح صحيحا صالما هذا الجعل التركيبي بعدما فهمنا هذا ندخل في الدرس الثاني عشر اليوم درسنا حول ما هو المجعول لذاته الوجود عمل ما هي نحن نعرف بأن هذه الموجودات في العالم كلها مخلوق يعني بعدما ننزل من المرحلة أو المرتبة التي تختص به واجب الوجود التي هو علة العلال بعدما ننزل و نسل إلى العالم يعني كلما سوى الله كلها مخلوقات كلها ممكنات كلها ليسى في ذاتها ما يجعلها واجب الوجود و واجبت الوجود و ضرورية الوجود نسبتها إلى الوجود والعدام متصابية ربما ما كانت بعد ذلك أصبها موجودا ولكن حتى إذا كان قديما في الزمان يعني ما كان له سابق في العدم في الزمان ولكن إذا كان ممكنا هو مخلوق يعني مثلا بالنسبة إلى الملائك إذا نقبل قول الفلاسفة بأن الملائك قدماء يعني ليسى لهم سابق للعدام يعني ما كان هناك زمان لم يكونوا موجودين لأنهم أصلا خارج إطار الزمان فهم قدماء ولكن ممكنات يعني حسب الفلاسفة بخلاف كثير من المتكلمين خاصة قبل الخاجة النصير الدين هذا كان رأي شائعا في علم الكلام بأن القديم لا يحتاج إلى الخالق حادث يحتاج إلى الخالق ولكن الفلاسفة رأي آخر والخاج رحمه الله أسس هذا إذا في علم الكلام بأن المهم الإمكان ربما الممكن يكونوا حادثا و ربما يكونوا قدیما القدم في نفسه ليسى دليلا على ضرورة الوجود و وجوب الوجود ربما هناك شيئون ممكنون غير الزماني ليسى لهو سابقتون في العدم في زمن ما يعني لا نسيتين قول ما كان موجودا و أسبح موجودا في زمن ما في آن ما فألا يتحال هينما ننزل من مرحلة الخالق من مرحلة واجب الوجود كل ما صب الله ممكن مخلوق مجعول يعني اعطيها له هادي الحقيقة هذا الوجود السؤال هاكذا طبعا من لديه علمان بالحكمة المتعالية هذا السؤال له سحل جدا يعني بعد المقدمات التي درسناها من أصالة الوجود وحدة حقيقة الوجود الاشتراك المعنبي لمفهوم الوجود زيادة الوجود على المهيه إذا درسنا هذه الأمور واستوعبنا هذه الأمور فالمسألة واضحة جدا ولكن طبعا هذه المسألة كانت قبل حتى الملا صدر ومطروحة ولكن ذلك هناك آراء الراعي الأول رأي المشاون ورأي المشاين أتباع المعلم الأول أرستطاليس يسمون أرستطاليس المعلم الأول ويقصدون بالمعلم هذا مستلح خاص يقصدون بالمعلم من كان مختصا في علوم مختلفة يعني كأنه كان علاما وفي نفس الوقت طبعا كان إذن يعلم ولكن ما كانوا يسمون المعلم من كان خبيرا في علم واحد كان علي أن يكون خبيرا في كل شعب الفلسفة لأنه في البداية الفلسفة كانت أم العلوم وكل شيء كانت تحت إطار الفلسفة حتى التبعيات رياضيات كلها المنطق الهيات تدبير المنزل سياسة المدن كلها تحت إطار الفلسفة الأتخال أرسلو ملقب بالمعلم الأول وأتباعه من الفلسفة المسلمين الفلسفة الإسلاميين مثل ابن سينا مثل بحمن يار هم يسمونهم بمشاين لأن مشاين رقبوا أرسلطل وتلامزته لأنهم كانوا يمشون ويدرسون ويذاكرون الفلسفة هؤلاء يقولون الوجود هو الذي يجعل يعطى يفاض من قبل العلة يعني مثلا إذا هناك إنسان الله سبحانه وتعالى يخلقه يعني الله يعطي وجود هذا الإنسان يفيد وجود هذا الإنسان نعم هذا الوجود له ماهية لأن كل ممكن له ماهية ولكن الماهية ليست مجعولة أولا وبالذات الوجود هو المجعول لماذا؟ لأننا كما قلنا سابقا في قضية أصالة الوجود الماهية متصابية النسبة إلى الوجود والعدم الماهية يمكن أن تكون موجودة يمكن أن تكون معدومة ما معنى إعطاء الماهية إعطاء الماهية ليس له معنى إلا بالعرض ماهية الإنسان قبل وجود هذا الرجل وبعد وجود هذا الرجل ما اختلف حاله ماهية الإنسان ماهية الإنسان نعم إذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان نحن نستطيع أن نقول هذه الماهية تنتزع من هذا هذا الوجود وجود حدوده حدود الإنسانية فحسب هؤلاء المجعول لذاته والوجود والمجعول بالعرض الماهية رجعا تعلموا هذا المصطلح الفلسفية كثيرا ما يفيدكم هناك ربما نقول شيء بالذات هناك بالطبع وهناك بالعرض هذه الثلاثة تختلف بالذات يعني هذا الشيء بنفسه في غاية الدقة مثلا جعله المجعول بالذات مثلا والمعلوم بالذات أي شيء بالذات يعني في غاية الدقة نفسه هذا الشيء بالطبع يعني يعني بتبعه بتبعه تعلموا بس الآن هم أصبحوا آدمين بتبع يعني هناك السبب هناك علة ولكن بالأخير هؤلاء حسن ولا نفس الشيء ولكن بتبعه أما بالعرض يعني أصلا لا يحسن له هذا بالعرض والمجاز نضيف هذه الصفة إلى هذا مثلا في علم البلاغة نقول في بعض الأحيان أحل اللغة لديهم استعارة في بعض الأحيان هذه الاستعارة المجاز في الإصنات هناك بحث عند السكاك وآخرين ما هي حقيقة الاستعارة بعض يقولون من باب المجاز في الإصنات بعض يقولون شيء آخر يقولون هينما نقول جر الميزاب من باب العرض المجاز إذا يأتي كثير من المطار يعني الماجرى وفقد نحن نسند جريان إلى الميزاب ما أنه ما جرى هذا شيء مهم جدا ليس فقط هنا في كثير من المجالات يفيدكم إن شاء الله يعني عندنا بالحوزات العلمية عندنا مستلحات العلماء في خلال القرون طوروا وأحدثوا هذي المسبب مفيدة جدا في بعض الأحيان بعض المدارس الأخرى ربما بسبب عدم التفاتهم إلى شيء قليل وبسيط أخطأ كثيرا من تلك المصطلحات هذه المسألة من تلك المصطلحات الفرق بين عالم الثبوت و عالم الإثبات من تلك المصطلحات الفرق بين المعقول الأول والمعقول الثانوي كثير من هذه الأمور موجودة الاتحال الوجود حسب المشائين مجعول بالذات والماهية مجعولة بالعرض ليست بالحقيقة ليست ماهية التجعل لأن ماهية لا تختلف حاله قبل الوجود وبعد الوجود ماهية نفس الشيء الإشراقيون أتباع أفلاطون طبعا هناك بحث في تاريخ الفلسفة و بعضون ليس لهم هذا الفكر عصالة الوجود يقول الماهية مجعولة بالذات الوجود حسب رعيهم أمر أقلي اعتبار أقلي ولكن الشيء الحقيقي هو ماهية الإنسان الآن هذا رجل موجود يعني ماهية الإنسان موجودة الحق إندنا هو الأول كما وضحت لكم يعني الوجود هو المجعول الذاتي لماذا؟ لنه الوجود هو الأصير الوجود يحدث الوجود قد يزول ها كذا الذين يقولون بأن المجعول لذاته هو الماهية في بعض الأحيان يأتون به برهان الخلف يقولون لو كان الوجود مجعولا بالذات كان معناه أن العلال كلها تجعل شيئا واحدا من هذا غير ما نفهم يعني مثلا لو كان علة المطار تجعل وجود المطار علة النار تجعل وجود النار علة المثلا خشب تجعل وجود الخشب يقولون لو كان هذة العلال كلها تجعل وجودات الأشياء وليس ماهياتها يقولون الوجود نفس الشيء وجود حقيقة واحدة هذا معناه يعني كل العلال تخلق شيئا واحدا ماهياتها سنخيه بين الالت والمعلوم كيف يمكن نقول علة النار علة الماء علة الخشب مثلا ايجاد الانسان كلها تفيد وشيئا واحدا تخلق وشيئا واحدا هذا برخانه ولكن الجواب صحيح جدا نحن الله نقول وجود النار و وجود النار و وجود الخشب واحدا من قال ها كذا مفهوم الوجود نه مشترك معنى بي ولكن حقيقة الوجود تختلف وجود النار تختلف وجود النار وجود النار یا اختلف وجود الخشب من قال ها كذا الوجودات حقائق واحدة نعم حقيقة واحدة بي معنى آخر يعنی ما به الاشتراك و ما به الامتیاز شيئ واحد هذا في بحث تشکیک الوجود ندرست نقول نقول يعنی بسبب اختلافهم في درجات الوجود و مراتب الوجود هناك انواع من الحقائق الفرق بين هؤلاء الموجودات في المراتب التولية بسبب الاختلاف في الدرجات مثل الانوار هناك نور الشمعة هناك نور مثلا مسباح هناك نور القمر نور الشمس مراتب مختلفة هم كل هؤلاء متصابية في النورية وإذن مختلفون في النورية يعنی في أصل النورية مشتركة وفي مراتب النورية مختلفة لغلون ما به الامتياز نفسه ما به الاشتراف على اتخال الوجود الذي يجعل يعنی الوجود به الحمل الشاية يعنی حقیقت الوجود وحقائق مختلف نعم الذهن يستطيع أن ينتظر مفهوم الوجود يعنی الوجود بالحمل الأولي من أشياء مختلفة النار موجود يعنی مفهوم الوجود الماء الحجر الشجر كلها يمكن أن ننتظر منها مفهوم الوجود ونطلق ونحمل مفهوم الوجود بس هذا هو الوجود بالحمل الأولي و السلة هذا آخر شيء لليوم السلة العلاقة بين مفهوم الوجود وحقائق الوجود الوجودات الحقيقية في الخارج ليست والإنسان المقولات وجود ليست جوهر أو تسعة من الأعراض هذا معقول ثاني فلسفي ليس مفهوم ماهو ليس معقول أولي مفهوم الوجود 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 يطابع يطابع الدروس إن شاء الله أظن هذه المسألة أصبحت واضحة ولكن إذا هناك سؤال أنا بخدمة الحمدلله رب العالمين مفهوم